السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي في الله في فيديو جديد قبل نبدأ الفيديو لا تبخلوا علي بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يسلك كل جديد على قناتي. اذا كنت تريد انشاء حساب في موقع سي بي اي بيلد فسوف اضع لكم الضابط اسفل الفيديو لمشاهدة الفيديو. تم تعطيل حساب كما تشاهدون على على موقع سي بي اي بيلد وسوف نرى اذا كنا نستطيع استرجاعه بطريقة واحدة هناك طريقة واحدة وهو التواصل معهم. طبعا نعود الى الصفحة الرئيسية سي بي اي بيلد الصفحة الرئيسية طبعا الامر الامر صعب لكن سوف نحاول كما تشاهدون تنقل على هنا على التلافة خطوط هنا وبعد ذلك تنقل على كونتاكت وتحاول مراسلتهم في العديد من المرات. طبعا اذا كنت لم تقوم بعمل مخالفات او تم غلق حسابك عن طريق الخطأ سوف يتم استرجاع لك الحساب تقوم باختيار هنا اسمك الكامل تقوم بكتابة اسمك الكامل هنا اسمك الكامل هنا اسمك الكامل الكامل اللقب والاسم وهنا تقوم بابافة الايميل وهنا تقوم باختيار ما هو السبب اه المراسلاتك لهم تقوم باختيار الخيار هنا بهذا الشكل وتقوم بكتابة لهم الرسالة هنا الرسالة تكون الرسالة باللغة الانجليزية وايضا تشرح لهم اكثر باكثر من طريقة حتى تقنعهم بالرسالة الخاصة بكم واذا كان هناك تم غلق لك الحساب عن طريق الخطأ سوف يتأكدون من ذلك وسوف يتم استرجاع لك الحساب ثم تنقل على جسويني بان روبوت ثم تنقل على سيد ميساج وهناك ما سب اي بيل دوت كوم هنا الكثير من الاشياء. طبعا تقوم بارسال لهم الرسالة سنت اه مساج وسوف اتصل لهم الرسالة. او تقوم بمرسالتهم عبر الايميل هنا. هذا الايميل تقوم بعمله كوبيه ثم تتوجه الى الجيميل او اليهو او الاوتلوك الخاص بك. ثم تقوم بارسال لهم الرسالة تقوم بارسال لهم الرسالة ومع الصور. وسوف يتم اه مراجعة الطلب الخاص بك. واذا كان الحساب الخاص بك ليس به اي مخالفات او ليست عليه اي قيود. سوف يتم فتح لك الحساب بدون اي مشاكل. لكن اذا كنت تخالف وتقوم باستعمال اكثر من وسيلة اه خداع. لم يتم استرجاع لك الحساب الخاص بك. الى هنا اصدقائي الكرام وصلنا الى نهاية الفيديو. لا تبخلوا علي بالاشتراك في القناة. ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله.